بسم الله الرحمن الرحيم الآن حنا أكملنا الواجهة الرسومية وعندنا التصميم كل شي جاهز الآن الخطوة التالية هي أن نقوم بعمل ما يسمى ب خلونا نحط هنا خط بس عشان نسوي البيزنس لوجيك يسمونه البيزنس لوجيك زينه هذي كلمة مشهورة دائم تسمعها خصوصا لما تشتغل في شركات ولا شي مضبوط اللوجيك حق البيزنس وش البيزنس لوجيك؟ بزنس لوجيك بكل بساطة هو لوب وقالب البرنامج اللي بيسوي لنا عملية الحساب الآن انتحتاج تحسب بي ام آي صح؟ رح تكتب لوجيك رح تكتب كود احنا سبقنا شرحنا هذا في الاف ستيتمنت في الجملة الشرطية فرح تكتب كود يحسب لك البي ام آي مضبوط احنا نحتاج الآن أننا نكتب الكود هذا الشي الجديد هنا أن احنا شرحنا قبل الكود أو البزنس لوجيك هذا بدون Object Oriented زين؟ حاليا حنا الآن لما تعلمنا Object Oriented فمنطقي جدا أننا من تحليل المشكلة هذه أننا نخرج بديزاين هذا واحد من الديزاينز اللي موجودة لكن أنا في وجهة نظري أنه ديزاين جميل جدا ومرتب ممكن أنت ما تقتنع فيه ممكن أنك تقتنع فيه الديزاين هذا زين؟ لكن أنت أبغاك تكمل معي هنا وتشوف كيف الديزاين هذا الزين هذا شو بنقول هنا حنا؟ بما أننا نستغل Object Oriented كذا نبغى Object عندنا اسمه Beam I Calculator زين؟ نبغى الـ Object اللي عندنا هذا اسمه Beam I Calculator خلوا يكتبوا الاسم هنا Beam I Calculator زين؟ أو خلوا هذه اسمه الـ Class تمام؟ فاسمه الـ Class Beam I Calculator وفيه Object من نوع Beam I Calculator هذه ممكن نحطينا اسم الـ Object يعني بالأحرف القصيرة أو الأحرف الصغيرة Beam I مثلاً Calc نسميه الـ Object هذا من نوع Class Beam I Calculator مهمته هو يحسب لنا الـ Beam I زين؟ هنا ليش أنا قلت طلبت منك الشيء هذا أو ليش أنا قلت لك الشيء هذا في خطأ كبير يقع فيه خصوصاً ومبرمجين ومتدئين في البرامج الرسومية أنا شخصياً وقعت فيه يعني قبل فترة طويلة ما فهمت إلا فيما بعد فمهم جداً أنك كSoftware يجب أن تفهم الموضوع هذا كهندس برمجيات لابد دايم في تصميم البرامج الرسومية نكتفصل ما بين الواجهة وما بين الـ Business Logic وما بين الـ Logic تحاول قدر المستطاع أنك تفصل ما بين الأثنين أنا ما هو هذا الوقت ولا المكان وصعب أني أشرح لك وش الفوائد الشيء هذا لكن ثق يعني هذا مبدأ مشهور جداً وراح شاء الله بعد ما تتقدم في البرمجة شوي راح تفهم فوائده وتدرك فوائده بشكل واضح جداً زين فإذاً هنا مهمتنا حيننا الآن لابن نسوي الـ Object هذا ما له دخل بواجهة رسمية ولا شيء Object عادي يخوينا فيه Class و Object يسوي لنا Calculation للـ PMI الـ Object هذا وش نتوقع أنه راح يكون فيه نتوقع أنه راح يكون فيه خلونا نكتب هنا اللي هي الـ Attribute حقه الـ Object نتوقع أنه راح يكون فيه Height زين Height من نوع Double تمام؟ اللي هو الطول طبعاً الطول هنا ذكرنا أنه طول بالمتر مربع غالباً يكون الطول الشخص متر ونص متر وربع فطبيعاً يكون Double راح يكون عندنا أيضاً Wait اللي هو الوزن وهذا الوزن هنا زين ما ذكرنا طبعاً بالكيلو جرام زين أيضاً راح يكون عندنا هنا شي اسمه؟ طبعاً يكون هنا طبعاً نوع Double الوزن هذا أيضاً راح يكون عندنا Attribute اللي هي نقدر نسميه مثلاً البيم آي الزين واتريبيوت ثاني البيم آي result الزين هادي الأتريبيوت أو الـ properties حقة الـ object البيم آي الزين من نوع انت والبيم آي result من نوع string اللي هي وشي هذي اللي هي ال-bmi-val رح نخزن فيها الرقم هذا مضبوط وال-bmi-result رح نخزن فيها الوصف حق حق وزنك أنت هل أنت طبعا خلوا اكتب لكم هنا بعض بس واحدة واثنين من الأوصاف فيه طبعا أربع أوصاف هنا خلونا اكتبها باللغة الإنجليزية هنا بس عشان تكون واضحة الجميع زين نكتب هنا مثلا مثلا عندنا مثلا وصف مثلا أنه underweight مثلا زين underweight يعني شخص مثلا نحيف أقل من المطلوب ممكن نكتب normal زين هذه strings مثلا ممكن نكتب أنه overweight أو من الأوصاف يعني اللي هو زيادة في الوضع ونقول هنا obese اللي هو جدا سميل زين طبعا أنت رأيدي أسمح عربي بس حنا بنمشي بإنجليزي بس لين دايما العربي في شوي مشاكل ما بغى دخلكم مشاكل اللغة العربية بالبداية إن شاء الله بعدين نشوف اللغة العربية بذن الله لكن خلنا حين نمشي بالإنجليزي بس عشان سهل الموضوع لأن دايما الإنجليزي مدعوم بشكل أقوى ومشاكله أقل داعم في البداية على المبتدئين فخلنا نمشي الآن تحملنا شوي بالإنجليزي بعدين إن شاء الله نشوف العربي زين فهذه الآن البرابرتيز البرابرتيز حقية الـ object الـ object اللي هو الـ PMI calculator هذا هي تمام الـ properties أو الـ attributes أو الـ fields تمام الـ PMI calculator فيه فيه مثود واحدة نحتاج فيه مثود واحدة والمثود هذه اللي هي نسميها مثلا calc مثلا زين calc هذه المثود تسوي لنا تحسب لنا تحسب لنا الـ PMI المثود لا تستقبل ولا ترجع أي شيء زين فقط أنا استدع المثود دي عشان تحسب لي الـ PMI طبعا فيه المثود المعروفة اللي هي set height زين إلى آخرة كل الـ sitters set height و sit weight برضه تمام وعندنا طبعا get val اللي ترجعنا الـ val هذا وget شو اسمه و get result تمام طبعا عشان بس ما نطول الكلام خلنشيل الـ PMI هنا ونسميها بس val وresult المهم يعني ما في أي مشكلة هنا فقط مشكلة التسميات فأنا أبغى أختصر الموضوع بس عشان ما تطول علينا وهذه هي نسميه هنا هذه هي الميثودز حقة شو اسمه حقة حقة الـ class PMI calculator تمام واللي بنسوي منها object اسمه PMI calc وبكذا كون صممنا الـ object اللي بيحسب لنا بيحسب لنا إن شاء الله الـ PMI طبعا يبقى لنا sitters والgetters هذه واضحة ما فيها أي ما فيه أي شي يعني فقط ترجع وتحسب هي الميثود الوحيدة اللي فيها اللي فيها شغل هي الميثود هذه اللي هي calc وهي اللي فيه قلب البزنس لوجيك بس هذا كله نعتبره بزنس لوجيك كل هذا نعتبره بزنس لوجيك وهذه calc فيه الحسبة والحسبة نحن سبقناها في فيديوهات لما شرحنا الجملة الشرطية والـ F statement ممكن ترجع الفيديوهات هذيك عشان تتذكر كيف سويناها رح نشوفها إن شاء الله في الكود لموريك الكود حق النظام الآن بس نقطة أخيرة أبغى أوضح الآن أنا فصلت ما بين الانترفيس الواجهة وما بين الـ business logic الآن الواجهة عفوا الكود الخاص بالواجهة طبعا هذه الواجهة قدامنا فيه كود خاص فيه كود يعني بيشتغل لما نضغط على الزر هذا فيه كود نبي نستدعي تمام الكود اللي نستدعي لما نضغط على زر calculate الكود يبي يستعين بالـ BMI calculator بالـ BMI calc هذا الـ object يبي يستعين فيه عشان يسوي الـ calculation يبي ياخذ القيمة اللي هنا ويحطها في الـ height باستخدام الـ set height ويبي ياخذ القيمة اللي هنا للـ weight ويحطها في الـ weight باستخدام الـ set weight مضبوط بعد كده بيستدعي الـ calc هذه عشان يحسب الـ val والـ result تمام بعد كده يبي يستدعي الـ get-val والget-result عشان يحصل على الـ val والـ result هذا كله الكود اللي في calculate اللي أو عفهم الكود اللي يستدعى لما نضغط زر calculator agزين أخيرا الكود اللي يستدعى لما نضغط زر calculate بيأبينا الكلام اللي لهذا بالbled up والـ result ممكن يحط فيه ألوان ممكن نحط فيه أن فيه عركات كثيرة تقدر تسويها بس الأشياء هذه كونك تضع ألوان مثلا إذا كان مثلا نتيجة Underweight ولا Obese مثلا تحطها بالأحمر إذا كانت Normal تحطها بالأخضر هذه الأشياء لها علاقة بالإنترفيس ما لا علاقة بالBusiness Logic الBusiness Logic يحسب لك بس أنت Underweight لك لما تيجي بالإنترفيس وتظهر للمستخدم الكلام اللي موجود هنا تقدر تظهره بأكثر من لون باستخدام الكود طبعا بس الكود كود إنترفيس وليس كود أرجو أن الموضوع هذا وضح لك والفرق بين الأثنين لو ما وضح لك إن شاء الله مع الزمن ومع الوقت رح يوضح لك إن شاء الله أكثر وأكثر بس أنت لا تنسى الموضوع هذا دائما نخله في بالك الفصل ما بين الانترفيس الواجهة هنا اللي عندنا حقة البرنامج وما بين الBusiness Logic حق البرنامج